أصبع عليكم بالخير مشاهدي الكرام على زملاء في الاستيديو كمين اشاهدنا على شاشة الفضائي الكويت مثل ما احنا نعوداكم دائما في لغاءاتنا الجميلة لكن احنا اليوم موجودين في كلية عالي الصباح العسكري بوزارة الدفاع تسجيل طلبة ضباط حملة الشهادة الجامعية والثانوية العام لكن نتكلم عن هذا الموضوع اكثر واكثر معانا سعادة اللواء ركن بدر يوس بدر العوضي امر كلية عالي الصباح العسكري بوزارة الدفاع سعادة اللواء صباح كلاب الخير يعطيك العافية وعساك على القوة سلمك يا مرحبتين بداية احنا نصبح عليكم على الاخوان المشاهدين ونشكركم على هذه التغطية العلامية على اساس ان تظهرون الجانب العسكري وطريقة تسجيل ابناءنا الطلبة لدخولهم وانخراطهم معنا بسرك العسكري كطالب ضباط سواء كان جامعيين او ثمية عامة بجمع التخصصات سعادة اللواء احنا موجودين الآن في صالة التسجيل وهذه الصالة من الصالات المهمة اللي موجودة عندك في وزارة تسجيل بريغة القبول مراحل المتقدمين وين يتجهم من وإلى ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وببداية طبعا ان الطالب احنا نعلن عن طريق رياسة التركة العامة وزارة الدفاع ان بدأ باب التسجيل فبدأ باب التسجيل عندنا بالكلية بتاريخ 10-6-2017 وانتهب 30-6-2017 بعد 21 يوم طبعا تقدم لنا مجموعة كبيرة من الابنان المتقدمين للتسجيل من حملت شادة الجامعية بجمع التخصصات وحملت ثمية العامة بقسمها العلمي والأدبي وكذلك ضفنا عليهم الدبلوم السنة هذه بعد ما تقدموا تسكرنا باب التسجيل ب30 بتاريخ 3-7 بالضبط طلبنا الدفع الأولى للمقابلة الأولية اشتعني المقابلة الأولية هي دخول الطالب يجيب ملفاته وناخذ اللي هي الشروط المنطبق عليه إذا كانت نطبق عليه كل الشروط بجميع الملفات بالنسبة والأطوال والتقدير العام ومتكامل جسمانيا بالبداية نحول من القاعة يسمها قاعة التسجيل الأولي إلى قاعة تدقيق الملفات القاعة اللي فيها نحن الحين هاي تدقيق الملفات بعيد يدقق على كل البيانات المستهدات اللي دششها بالكمبيوتر إذا كان عنده هناك نقص في هذه البيانات يحول رئيس اللجنة ما يخليه يطلع يروح لهلا لا يحول مباشرة إلى لجنة أخرى موجودة داخل يكمل بياناته ويرجع للمدقق مرة ثانية اكتمل ملفة وامورها كلها مشت بالتسلسط طيب نحولها إلى المقابلة الأولية اللي هي الفحص الطبي الأولي ناخذ منها تاكد من عمل الألوان تاكد من سامة النطق بشكل عام تاكد من شكل جسماني من قوتها في القراءة العربي والإنجليزي والكتاب العربي إنجليزي ونعيد عليه مرتاني الطول والوزن إذا تناسب كل الأمر هذه كلها ينتقل الطالب منها إلى مرحلة المقابلة الشخصية اللي هي راح تكون في شهر ثمانية نرحب في المقدم محمد الازديراوي رئيس لجنة التدريق في كلية علي الصباح العسكرية ساعة المقدم صباح كلب الخير يعطيك العافية وعساك على القوة الله يعطيك منها في أنت وما قصرته مقدم محمد الازديراوي أودنا نتكلم عن إحنا نموجدين الآن في لجنة تدريق الملفات وهو تسجيل طلبة الضباط من حملة شادة الجامعية والثنوية العامة أودنا نتكلم عن لجنة تدريق والملفات شون طريقة هذه؟ إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بس عندنا الطلبة يتقدمون لكلية علي الصباح العسكرية عن طريق الأونلاين بعدين يتم إرسال لهم مسيجات على التليفون أو الإيميل ويتفضلون عندنا فالخطوات تبتدي من الباب عندنا يأخذ الرقم يتفضل عندنا يجلسيني لين يطلع اسمه عند الضابط الموجود على الكاونتر يستقبل الضابط يأخذ الثبوتيات يتشيك الثبوتيات تكون كاملة وواضحة وإذا فيه أي تعديل أي حصل أي مشكلة ويها يقدر فاتحين لهم مجال للتعديل الثبوتيات أو تعديل على الملف الشخصي شاهد الكرام الرحب في المقدم ركو المشاري العمير رئيس لجنة المقابلات الأولية في تسجيل طلبة الضباط حملة الشهادة الجامعية والثنوية العامة المقدم ركو المشاري يعطيك العافية صبحك الله بخير عسىك على القوة الله صبحك بالخير طبعا نحن نقوم في لجنة المقابلات الأولية استكمال النباق اللجان لجنة المقابلات الأولية تحتوي على بالاشتراك طبعا ما هي الخدمات الطبية نقوم فيها في الكشف الظاهري لسلامة المتقدم بطلب الاتحاق بإضافة لسلامة النبط ومقابلة الطول طبعا مطابقتها مع الوزن والقراءة طبعا والكتابة ومن هنا طبعا اللي يشتاز المقابلة هذه يروح حق المقابلة النهائية المقدم ركو المشاري العميري هذه القاعة هي استقبله هنا ثاني شيء إذا ما طاف من عندكم من هذا المكان ما يقدر يروح إلى القاعة الثانية صح؟ نعم صحيح طبعا نحن نعتبر المرحلة تسبق المقابلة الشخصية اللي تم فيها الاختيار فإحنا من هنا حاطين طبعا الشروط كلها اللي يشتاز المتقدم يتفضل إلى لجنة الاختيار الشخصية يعطيك العافل المقدم ركو المشاري العميري عساك على القوة شكرا شكرا مشكورين